في أولى حلقات الموثم الجديد لن تفقد ديلان وبران الأمل لحظة واحدة في أن طفلهم على قيد الحياة رغم مرور سنوات على اختطاف ميران عندما يتم الكشف عن أن المرأة الغامدة التي اختطفت الطفل ميران هي هانجير كرابي ستذهب ديلان وبران وينقضى طفلهم من أيدي هذه المرأة القاسية أعتقد أنه في الحلقات الأولى سيتم عرض البيئة العائلية التي تعيش فيها هانجير كرابي في ماردين وكيف نشأ ميران في دورة جينار كرابي لمدة خمس سنوات نظرا لأن طرق كرابي ابن هاجر كرابي وزوجته بيرفين كرابي ليس لديهما طفل ستكون هانجير كرابي قد اختطفت ميران سعيدة كرابي ستكون ابنة هانجير الملائكية من المحتمل إذا لم تعلم ديلان وبران أن الطفل ميران قد تم اختطافه عندما يستيقظ حسن وهو في غيبه به فإن الشخص الذي سيخبرهما بوجود الطفل كون سعيدة كرابي هناك أيضا تقارير متداولة تفيد بأن باران هو في الواقع ابن هانجير كرابي وليس ايتين كرابي وهذا يعني أن السيد قدرة ربما كان على علاقة غرابية مع السيدة هانجير منذ سنوات في حين أنه لم يكن متزوجا من السيدة ايتين ومع ذلك لا أعتقد أن قدرة بيك كان بإمكانه خيانة المرأة التي أحبها منظر إلى زوجة أخيه بيرتياب الاحتمال الآخر هو أنه نظرا لأن قدرة بيك كان منزعجا جدا من عدم إنجاب طفل مثل حسن تماما فربما تكون السيدة أزادي قد فعلت الشيء نفسها مع قدرة كما فعلت مع حسن في المقام الأول لمعنى آخر ربما تكون السيدة أزادي قد غيرت أطفال هانجير وأيتين مرتين